جمعها من الخردة بسعر رمزي وعملها من تحويشة عمره وسماها فرار الصعيد بتمشي 80 كيلو متر في الساعة وبيحط لها بنزين 80 حكاية المخترع ابنئنا إسماعيل أحمد إسماعيل إزاي اخترع عربية بأقل الإمكانيات وهل ممكن يبقى أحمد زويل لما يجبر ومفاجأة عن حلم حياته كل ده وأكتر هنعرفه في الفيديو ده أول ما عملها كانت من الخشب بعد كده حوش من مصروفه وكان بيحط القرش على القرش وبيشتغل في إجازة الصيف لحد ما كون 5000 جنيه وعمل عربية من الخردة كلامنا هنا عن الشاب المخترع إسماعيل أحمد إسماعيل ابن الصعيد بالتحديد ابن محافظة إنا واللي فخر لأهله ومنطقته وأصحابه واللي كل أم لما تشوفه بيتمنوا يشوفوا ابنهم زيه من كتر شطرته وإبداعاته ودماغه اللي توزن بلد واللي ما بيحبش يعد سنة إلا أما يكون عامل اختراعين يكسر بيهم الدنيا مر عمل غسالة من الخشب واشتغلته كانت زي الفل وبعدها عمل وينش العمال البناء علشان لو إمكانيات المقولين على الأد ومش قدرين يأجروا المعدات أو يشتروا عربيات بملايين يقدروا يستخدموها ومش هتكلفهم حاجة وتوفر عليهم كمان في تكاليف البناء وبعدها عمل بإمكانيات مادية قليلة عربية من الخشب حس إنها ممكن يخليها بحق وحقيقي خاصة وإن نفسه يركب عربية ويفرح أهله وأصحابه في ظل ما بقت الأسعار خرافية وهنا بقى الخطوة اللي نقلته في حتة تانية وهي بعد ما حوش خمس تلاف جنيه راح لأماكن بتجمع خردة ومعدات قديمة فجاب خردة زي ماتور متسيكلم الشغال وصلحه ومساعدين من عربية قديمة وبطارين من عربية خردة وفرامل ودريكسيون من عربية تانية لحد معاملها ابن الصعيد وتحدى كل اللي حواليه وقدر يظهر لنور اختراعه اللي مالوش حدود وهي إنه حول عربية من الخشب لعربية بتمشي بجد بسرعة 80 كيلو متر في الساعة وبيحط بنزين 80 ولو الإمكانيات مش قد كده ممكن كمان تحط فيها سولارة ومش بس كده ده سماها فرار الصعيد ما حقه يسميها اللي هو عايزه عربيته وتعب وشقاه وهو حر فيها العربية عبارة عن خمس غيارات يعني زيها زي العربية المانوال بالزبط اللي مش بيقل من 100 ألف جنيه دلوقتي العربية جننت الناس كلها وبالذات بعد غلاء أسعار العربيات وعملها بمجهوده وصرف عليها من الألف للياء من جيبه لدرجة إنه كان بيشتغل في فترة أجسته في ورشة خشب وكان بيشتري كل اللي هو عايزه من فلوسه وشق عمره إسماعيل نفسه يكون مخترع زي أحمد زويل ونفسه يسيب بصمته في مجال الإختراعات والميكانيكا وبالتحديد عالم السيارات إسماعيل بدأ موهبته من بدره وعنده 16 سنة ونفسه أمنية حياته إنه يكون مهندس وبالذات قسم ميكانيكا وحقيقي هو يستهل عن جدارة بسبب مجهوده الجبار إختراعاته اللي مش أي حد يعرف يبتكرها ورغم الإمكانيات الأليلة اللي حواليه إلا إنه قدر يثبت نفسه وللكل إنه قدهه قدود وإنه يقدر يعمل عربية تصنيع مصري 100% إسماعيل نفسه يعمل براند عربيات يوصل للعالمية ومحتاج شركة تمول وتدعم مشروعه وهتكون فرصة حلوة جدا إننا نبيع عربيات ونكتب عليها صنعة في مصر العربية دي تحسها حلوة قوي إنها تمشي في الحواري والشوارع في القرى والأرياف وممكن كمان لو في أم نفسها توصل ابنها أو بنتها للمدرسة في المدن الجديدة وما بتعرفش تسوق تبقى معاها لإنها أسهل كتير من سواءة العربيات العادية يطارة تفتيكر العربية دي هتنتشر وتكسر الدنيا وممكن تركبها أو تشتري زيها في يوم من الأيام واجه كلمة لإسماعيل شجعوا فيها شاركونا في التعليقات اشتركوا في القناة